ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية مع ذكر التفجيح لديكم؟ ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية مع ذكر التفجيح لديكم؟ قراءة الفاتحة صر على الإمام المنذرد نبي عليه السلام قال لا صلاة لن يقرد حتى كثاف قال عليه السلام من صلى صلاة لم يقرأ فيها حتى كثاف يحذان في حتى كثاف هذا لن يجمور على العلم فضع الإمام المنذرد لكن اختلفوا في المأموم أن تجب عليه أم لا على أقوال ي 3 قال بعظ Planet His saúde والمنارد وقال بعظ Одقاء في مطلقة ذرا أبغى أ결 SNS وقال بعظهم أن لا يعرف ه糟 goddamn gezявية أو جهرية عليها 날ك هذه هي أقوى ثلاث فأقض هو المطلقة فلا ينبقي خرقها النبي كما أنه لا تقرأ النبي بل يقرأها النأموم ولا على قراءة النأم يقرأها في نفسه ثم نفسه النهر والعصر والمغرب والمشاوة والمشاوة السورية ظاهد في اليهرية يقرأها فعلى الإحرام فعلى ذاتها حسب ما يجعله مع إيمان